احتلالان يتقاربان حيناً ويبتعدان حيناً لكن النتيجة الدائمة هي تخادم مصلحي يسعى طرفاه لتحقيق أقصى ما يستطيع على حساب العراق الذي ابتلي بأمريكا وإيران وأتباعهما مجلة The American Prospect كشفت عن وثائق مسربة تثبت قيام شركة سالي بورت الأمريكية المتعاقدة مع البنتاجون بإثراء شركات مرتبطة بفرق الموت المدعومة من إيران في العراق وتقول المجلة إن أمريكا ترسخ نفوذها في العراق من خلال مقاولي وزارة الدفاع الذين يعملون كقوات غير معترف بها على الأرض مؤكدة أن هذه الشركات لها مصلحة في استمرار الحرب والاحتلال الخفي وتضيف المجلة أن شركة سالي بورت عقدت صفقات مع سياسيين معروفين بالفساد وآخرين مرتبطين بالميليشيات المسؤولة عن عمليات القتل الطائفي فضلاً عن خطف وتعذيب وقتل مئات المتظاهرين السلميين الذين كانوا يعترضون على النفوذ الأجنبي والنظام السياسي الفاسد في العراق ووفقاً للمجلة الأمريكية فإنه على الرغم من الأعمال العدائية التي تشنها الميليشيات على قاعدة بلد الجوية التي تتخذها القوات الأمريكية مقراً لها إلا أن هناك علاقة سرية أعمق بكثير مما قد يعتنه به أي من الجانبين مشيرة في هذا الصدد إلى أن قائد القوات الجوية سمح لأعضاء الميليشيات بدخول القاعدة وسرقة أكثر من مليون دولار قيمة معدات وآليات هناك كما أن الولايات المتحدة تقوم بتحويل ملايين الدولارات إلى الميليشيات التي تقاتلها هناك وتؤكد The American Prospect أن نور المالكي وهو عراب حركة الميليشيات في العراق وأمير حرب طائفي سمح سوء إدارته ووحشيته بظهور تنظيم داعش رغم أنه كان مدعوماً من الولايات المتحدة وامتد هذا الدعم إلى التغاضي عن تنظيمه لفرق الموت وتورطه في الفساد وتشكيله شبكة مافيا أصبحت لاحقاً مسؤولة عن الهجمات التي تستهدف شاحنات الوقود التابعة لشركة سالي بورت بدورها تقول مؤسسة كارنيجي أنه بعد 18 عاماً من غزو العراق تواصل إدارة بايدن وحلفاؤها السير على نفس المسار عبر دعم الفساد وعقد صفقات سرية وصفتها بالقذر مع أعداء السلام وهو ما يلحق المزيد من الأذاب العراقيين